مرحبا يا حلوين باتمنى انكم تكونوا مناح اليوم ديكون درسنا عن شرح صورة لغاشية نحكي شوي عن المفردات والمعاني الموجودة في الآيات عشان تساعدنا على فهم الآيات من المعاني لغاشية ومعناها يوم القيامة ناصية ومعناها متعبة آنية معناها ماءها يغلي ضريع نوع من أنواع النباتات الشوكية اللي إلها شوك لاغية أو لاغية قول سيء نمارق وسائد زرابي معناها سجاد أو بسط نصبت ثبتت فوق الأرض سطحت بسطت إيابهم مرجعهم يخاطب الله تعالى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فيقول له هل علمت يا محمد عن أهوال يوم القيامة؟ والغاشية هي اسم من أسماء يوم القيامة ومعناها الشديد الهائلة التي تعم كل الناس بأهوالها وجوه يومئذ خاشعة يصور لنا الله حال الكفار يوم القيامة حيث تكون وجوههم ذليل وخاضعة عاملة ناصبة ثم يصور الله لنا حال الكفار في النار يوم القيامة حيث العمال والتعب والشقاء الشديدين تصلى نارا حامية تشوى وجوه الكفار يوم القيامة بالنار شديدة الحرارة التي لا تنطفئ بل تزداد حرارتها تسقى من عين آنية ومع كل هذا العذاب والحرارة إذا عطش الكفار في النار وجفت حلوقهم وطلبوا الماء لا يجدون إلا عينا من الماء شديدة الحرارة والغليان ليشربوه وحرارة مياه النار ليست كحرارة مياه الدنيا بل أجد بكثير ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وإذا جاع الكفار في النار بعد هذا العذاب لا يجدون إلا الضريع وهو نبات شوكي صحراوي يابس وسام عندما يأكلونه لا يسمنون أبدا مهما أكلوا ولا يشبعون ويبقون جياعا وجوه يومئذ ناعمة بعد أن ذكر الله لنا عذاب أهل النار وشدته يصور لنا نعيم أهل الجنة لترتاح وتطمئن فيقول لنا أن وجوه المؤمنين في الجنة يبدو عليها النعيم والرضا والراحة والسعادة لسعيها راضية ويشعر المؤمنون بالرضا عن عملهم حين يرون رضا الله عنهم فترضى قلوبهم وتطمئن في جنة عالية الجنة التي يسكن بها المؤمنون هي مرتفعة بالسماء وبها درجات كثيرة فوق بعضها البعض لا تسمع فيها لاغية ثم يصور لنا الله كيف يكون الهدوء والراحة النفسية والاطمئنان في الجنة حيث لا نسمع فيها جدالا ولا ضجة ولا حتى كلمة ليس لها معنى ويكون كلام أهل الجنة كله كلام طيب فيها عين جارية وفي الجنة عيون كثيرة وينابيع متدفقة حيث تتفجر من تحت جبال المسك فيها سرور مرفوعة في الجنة أسرة عالية وناعمة وسميكة وكثيرة الفرش إذا أراد المؤمن أن يجلس عليها نزلت له فيجلس عليها فترتفع به فيرى المؤمن عندما يجلس عليها جميع ما أعطاه له ربه في الجنة من النعيم الكبير ويرى أصحابه في الجنة وأكواب موضوعة وتكون الأكواب الممتلئة بالأشرب قريب من المؤمنين وجاهز في أي وقت وتحت طلبهم واختيارهم ولمارق مصفوفة ولد المؤمنين في الجنة وسائد من حرير واستبرق وغيرهما مصفوفات لكي يجلسوا ويتكئوا عليها حيث يجدونها إذا أرادوا أن يجلسوا وجرابي مبسوسة ويجد المؤمنون في الجنة السجاد والبسط الفاخر الرقيق المنسوج من الصوف الملون الناعم منتشرا في كل مكان للزينة وللجلوس عليه أيضا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت تنتهي جولتنا في عالم يوم القيامة من وصف الجنة والنار ويوبخ الله الكفار على إنكارهم ليوم القيامة وظنهم أن الله غير قادر على إحيائهم بعد الموت ويأمرهم أن يتأملوا في خلق الإبل والجمال التي يركبونها كيف خلقها الله وكيف تدل على قدرة الله تعالى حيث قوتها وضخامتها وسهولة قيادتها وصبرها على الجوع والعطش والتعب أفلا يتدبرون كيف خلقها الله تعالى بهذا الشكل المناسب لعملها ومكان عيشها وإلى السماء كيف رفعت وبعد نظرهم للأسفل لما يركبون أمر الله الكفار أن ينظروا للأعلى إلى السماء بما فيها من النجوم والشمس والقمار وغيرها من الآيات العظيمة ومن الذي خلق السماء بهذا الشكل الواسع والكبير وبهذا الارتفاع العظيم ومن غير أعمدة حتى وإلى الجبال كيف نصبت ألا ينظرون إلى الجبال الصلبة الثابتة العالية التي لا تميل ولا تزول والتي تثبت الأرض وإلى الأرض كيف سطحت وانظروا إلى الأرض كيف ممدودة وممهد للحياة والمشي والعمل واسألوا أنفسكم ما سطحها ومهدها لنمشي عليها وتأملوا في قدرة الله تعالى فذكر إنما أنت مذكر ثم يخاطب الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم وكل داعية بعده فيقول له بأن وظيفته هي تذكير الكفار بعبادة الله تعالى وبيوم القيامة وأنه مبلغ فقط وأن التوفيق والهداية بيد الله تعالى لست عليهم بمسيطر أيضا يخاطب الله الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وكل داعية بعده فيقول له بأنه ليس له سلطة أو سيطر على الناس ولن يستطيع أن يخلق الإيمان في قلوبهم أو يكرههم عليه بل السلطة والسيطرة بيد الله تعالى إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر ولكن من أعرض عن طاعة الله ولم يقبل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وكفر بعد تذكيره بالله فإن الله سوف يعذبه أكبر وأشد عذاب يوم القيامة إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم مرجع هؤلاء الكفار لله تعالى وسوف يحاسبهم الله تعالى على كل ما فعلوه في الدنيا بعد أن فهمت تفسير سورة الغاشية وسمعت كيف يكون عذاب أهل النار ونعيم أهل الجنة قررت أن أدعو الله دوما أن يبعدني عن النار ويدخلني الجنة لكي أكون سعيدا راضيا لذلك علي أن أعمل أعمالا صالح أكثر وأكثر وأبتعد عن الأعمال السيئة حتى يكرمني الله بدخول الجنة تعلمت أيضا أن أتأمل في مخلوقات الله وأن أستمتع وأنا أدرس عنها لأنها تدل على عظمة الله وقدرته وأخيرا تعلمت أن علي أن لا أجبر أحدا على فعل الشيء الصحيح بل أنصحه فقط وأدعو له بالهداية بدي أحكي عن تصنيف الناس اللي ذكر في الآيات الكريمة اللي هو صنف ربنا سبحانه وتعالى في سورة الغاشية الناس لا صنفين الأول الأشقياء واللي هما ما تعبوا في الحياة الدنيا وما أطاعوا ربنا سبحانه وتعالى فرح يكون مصيرهم نار جهنم أما الشق التاني وهم الناس السعداء اللي هما تعبوا في الحياة الدنيا وأطاعوا ربنا سبحانه وتعالى فرح يكون مصيرهم إنهم يدخلوا على الجنة عنا منا نحكي عن الجزاء السعداء إيش رح ينالوا السعداء اللي هم أطاعوا ربنا سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا رح ينالوا جنات النعيم لا يسمعون فيها كلام سيء لا يسمعون الكلام البذيء أبدا في الجنة كمان يتنعمون بماء الجنة العذب وشرابها العذب رح شو ما بيشتهوا من الأشربة رح يكون موجود في الجنة ورح يناموا على فرش ناعمة على سرر ناعمة ومن حواليهم مليان وسائل وبسط منثورة معنى بسط اللي هو لبساط زي السجادة اللي بنحط على الأرض هنا كمان جزاء الأشقياء وهو من الناس اللي ما تعبوا حالهم في الحياة الدنيا فرح يكون مصيرهم نار جهنم رح يكون اللي هي نار الحامية جزائهم كمان رح يكون شعرابهم الماء اللي بيشربوها رح تكون شديدة الحرارة وكمان عنا طعامهم رح يكون طعامهم فقط الأشواك منا نيجي هلأ لها حل الأسئلة السؤال الأول أضع إشارة صح بجانب العبارة الصحيحة وإشارة خطأ بجانب العبارة الغير صحيحة فيما يأتي ألف وجوه الكفار خاشع ذليلة يوم القيامة صحيح رح يكون وجوه الكفار ذليلة بسبب أعمالهم اللي عملوها في الدنيا وما أطاعوا ربنا سبحانه وتعالى با أعض الله عز وجل النعيم للسعداء جزاء طاعاتهم اللي هو نعيم الجنة صحيح جيم من مهمات الرسول صلى الله عليه وسلم إكراه الناس على الإيمان معنى هون إكراه اللي هي إجبار إجبار الناس على الإيمان خطأ الرسول ما كان يجبر أي شخص أنه يدخل على الدين الإسلامي دال يعذب الله تعالى من أعرض عن ذكره يوم القيامة صح يعذب في نار جانا من له يكون من الأشقية ها يحاسب الله تعالى الناس على أعمالهم الصغيرة والكبيرة يوم القيامة صح واو يدعو الله تعالى العباد إلى التفكر في عجائب المخلوقات صح صح السؤال الثاني أكتب معاني الكلمات الآتية غاشية معناها يوم القيامة آنية معناها ماءها يغلي ضريع معناها نبات شوكي نمارق أو نمارق معناها وسائد نصبت ثبتت فوق الأرض سطح بسط إيابهم مرجعهم سؤال ثلاثة وصلنا في الناس وفق حالهم يوم القيامة قصم ربنا سبحانه وتعالى في سورة الغشية الناس لقسمين السعداء والأشقياء سؤال أربعة أقارن جزاء السعداء وجزاء الأشقياء يوم القيامة السعداء جزاءهم رح يكون للجنة أما الأشقياء جزاءهم رح يكون هو نار جهنم بسبب بعصيانهم وعدم طاعتهم للربنا سبحانه وتعالى سؤال خمسة أستنتج ثلاثة من الدروس المستفادة من سورة الغشية ممكن أني أستنتج أنه مفروض أطيع ربنا سبحانه وتعالى وحده كمان عمل الطاعات لنيل الجنة كمان الابتعاد عن المعاصي عن الأمور النهى عنها ربنا سبحانه وتعالى سؤال ستة أتلو صورة الغشية غيبا رح نقرأ صورة الغشية ونسمعها بحصة الأونلاين لحد صورة رقم 15 لعد ونمارقة مصفوفة شكرا لكم وأتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا بالدرس